شأن تواصل الحملات الانتخابية في تونس ينضم إلينا من هناك ياسر دبابش ياسر هل لك أن تقربنا أكثر من أجواء اليوم الثالث الحملات الانتخابية في تونس وما يتخللها من تفاصيل وخروقات إن وجدت سهام عبدالقادر مساء الخير بالفعل اليوم الثالث على التوالي تواصلة الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها منتصف الشهر الجاري المزيد من المخالفات التي وقعت والإخلالات التي وقعت ورصدتها هيئة الانتخابات تتمحور هذه الإخلالات في التالي تمزيق صور وكذلك بيانات معلقات لعدد من المترشحين لمنصب الرئاسة تقريبا 94 شكاية وصلت إلى هيئة الانتخابات التونسية ونحن نتحدث عن 48 ساعة الماضية بالتأكيد أيضا تم اليوم تسجيل عدد من الخروقات دعينا نقول أو المخالفات خلال الحملة الدعائية لكن سهام هناك أشياء يجب أن نقف عندها إنجاز التعبير أولها بأن عدد من المترشحين لمنصب الرئاسة وفق متابعي الشأن السياسي ابتعدوا قليلا عن ما تسمى بالمناطق الداخلية أو الريفية في حملتهم ونحن نتحدث على الأقل في اليوم الثالث ثلاثة مرشحين فقط هم من زاروا منطقة سيدي بوزيت فوجهت العديد من الانتقادات لعدم تركيز المرشحين في حملتهم الدعائية على هذه المناطق نهيك أيضا عن أن حضور المستقلين في الدعاية الانتخابية يبدو وفق المتابعين أنه قليلا نظرا لعدم دعمهم من الأحزاب السياسية حيث التراشق الإعلامي بدت مرتفعة في الساعات الأخيرة ونحن نتحدث عن وسائل الإعلام المحلية خلال استضافتها لأبرز المترشحين أسمعك يا سهام هل وسائل الإعلام وما نراه ونتابعه على وسائل الإعلام التونسية باستطاعته التأثير على التوجه العام للشارع أو للنخب التونسي وماذا بشأن نبيل القروي هناك مظاهرات وتابعنا صور وأيضا هناك احتجاجات تطالب بإطلاق صراحه ماذا بشأنه هو أيضا بإيجاز أبدأ من حيث انتهيت سهام نبيل القروي محكمة تونسية رفضت مطلب الإفراج عنه كان عدد من أنصار حزبه الذي يتزعمه يعني كانوا قد نفذوا مسيرة احتجاجية أو وقفة احتجاجية أمام المحكمة مطالبين بإطلاق صراحها الرجل متهم بغسيل أموال وتهرب ضريبي لكن قلب تونس أكد بأنه سيكمل ويتمم مشوار نبيل القروي وهو موقوف في سجن المرنقية جنوب العاصمة من خلال إتمام حملته الدعائية ونشر برنامجه أو برنامجه لانتخابي سهام هناك أيضا عدة نقاط نتوقف عندها حول ما يدور من اتهامات متبادلة تبدو بأنها جديدة على التونسيين وأيضا حول صلاحيات رئيس الدولة وفق الدستور الآمن الدفاع الخارجية هناك ربما وفق متابعين يعني مبالغة من بعض المترشحين حين يتحدثون عن الوضع الاقتصادي مثلا نعم يا شهر شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل معلومات ياسر دبابش ورأس الغد كنت أمارا من تونس